بعد تغطيتهم ونقلهم أحداث التظاهرات والاحتجاجات الشعبية والعفوية التي انطلقت مؤخرا في العاصمة بغداد وامتدت إلى محافظات أخرى والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى لم يسلم عدد كبير من إعلامي ومصوري بعض القنوات من التهديد والاعتقال من قبل جهات مجهولة مضطرهم إلى مغادرة بغدادة باتجاه قليم كردستان أو السفر خارج البلاد في الحقيقة ظاهرة استهداف الصحفيين سواء بالاعتقال سواء مهاجمة المقرات بسبب تغطيتهم للتظاهرات هذا مؤشر خطير يتعلق بحرية الصحفيين في العراق لذلك أنا أعتقد بأنه ليس من مصلحة الحكومة استمرار هذا الوضع كون استهداف الصحافة هذا يعني بأن الحكومة عاجزة على توفير مطالب المتظاهرين ولربما هي تسعى إلى اعتقال أكبر عدد ممكن من الناشطين والمدونين والصحفيين وذلك خشية من اندلاع التظاهرات التي داعى لها عدد من الناشطين يوم 25 من هذا الشهر ومع كل أزمة تشهدها البلاد يتصدر الصحفيون قائمة الضحايا من قمع واعتداء على الرغم من تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بضمان حقوقهم وحمايتهم فبغداد اليوم أصبحت شبهة خالية خصوصا ممن شاركوا بنقل الاحتجاجات الشبابية الأخيرة يعتبر الإعلام هو الناقل لحقيقة الأحداث التي تجري الآن في العراق حركة الاحتجاجات الكبيرة ولكن معدسته الشديد ربما استكمالا لكثير من التقارير الدولية أنه العراق أصبح من الأماكن الخطرة للعمل الإعلامي لذلك تعرض الكثير من الصحفيين والإعلامين والمدونين إلى عمليات تهديد واختيال واعتقال ولذلك لجأ الكثير إلى أقليم كردستان أو إلى دول أخرى تخلصا من هذه الضغوط عملية الضغوط على الإعلام حقا عملية لن توقف نقل الحقيقة يعد العراق من أكثر بلدان العالم خطورة وتقييدا لحرية الصحافة حيث يقبع في المرتبة السادسة والخمسين بعد المئة على جدول التصنيف العالمي الذي نشرته مراسلون بلا حدود في آخر تقرير لها استهداف واعتداءات طالت العديد من الإعلاميين والمصورين بعد نقلهم الاحتجاجات الأخيرة فلقول الحقيقة ثمن باهض في العراق من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة